موسيقى موسيقى أولا ليه شرف أن أكون في دار أوبرا دامنهور وليه عظيم الشرف أن أكون في دامنهور ومحافظة البحيرة أنا عارف كويس يعني البحيرة ويعني إيه دامنهور مش فقط لأننا كمان فلاح من محافظة الغربية ولكن لأني لي الحظ أن اطلعت على تاريخ المحافظة وتاريخ العاصمة وأعلام مصر الذين تخرجوا من هذا المكان العظيم فببدأ بتحية كبير العلماء العرب الدكتور أحمد زويل الذي تخرج من مدرسة دامنهور الثانية أحيي الأعلام العظام من الأدب الأستاذ الكبير توفيق الحكيم ومن الفكر الدكتور عبدالوهاب المسيري ومن أعلام الفكر الإسلامي الإمام محمد عبدو الأستاذ حسن البنة الشيخ شلطوت الشيخ محمد الغزالي وشخصيات كثيرة أثرت بها محافظة البحيرة الفكر الإسلامي والإنساني عموما سوف أتحدث مع حضرتكم الليلة في النقاط التالية النقطة الأولى عصر حسني مبارك وما أود أن أتحدث فيه الليلة عن عصر الرئيس السابق حسني مبارك هو تدهور مكانة الشخصية المصرية لدى الآخرين وضعف الاعتداد بالنفس لدى المصريين في عصر حسني مبارك كانت اللغة الإنجليزية هي معيار التقدم والتحضر واللغة العربية معيار التخلف والهوان في عصر حسني مبارك كان الكثيرون يبحثون عن أي جزور غير مصرية ويعتبرون أن ذلك من كمال الشرف في حين أن الشرف العظيم أن تكون مصريا لأنك الأعرق والأعظم في هذا العالم في عصر حسني مبارك كان البعض بيتمادى في تكريم الأجانب وتكريم الحالات الأجنبية إلى حد نموذجين على سبيل المثال النموذج الأول هو رغبة نصر مبارك في الاحتفال بتاريخ الحملة الفرنسية على نصر هل هناك من يحتفل بغازي أيا كان ما فعله هذا الغازي؟ هل هناك ما يكرم الغزاة أيا كان ما فعله هؤلاء الغزاة؟ للأسف الشديد كان هذا جدل وكان انتصار الدولة في ذلك الوقت هو الاحتفال بمئتين سنة على الحملة الفرنسية على مصر هناك مثل آخر في محافظة بورسعيد في سنة ستة وخمسين وبعد العدوان الثلاثي أزالت مصر تمثال ديلي سيبس ولكن في عصر حصني مبارك تم التفكير في إعادة نصب إقامة تمثال ديلي سيبس من جديد في مدخل قناة السويس في بورسعيد إذا كان ديلي سيبس له جزء من المشاركة في حفر قناة السويس فالفكرة ليست فرنسية لأنها فكرة فرعونية فبالمعايير العصرية الملكية الفكرية تمنح مصر الفراعنة فكرة حفر هذه القناة ثم أن ديلي سيبس مثل أي مغامر آخر خاض هذا الموضوع وأخذ السمن فيه هل يمكن تكريم مقاول بأن تضع له تمثالا لأنه بنى هذا المبنى؟ لا يجوز إذا كان هذا المقاول والمغامر والذي تآمر على مصر هو ديلي سيبس هل يمكن في دولة مستقلة حرة ذات سيادة وذات كرامة تويد رفع تمثال ديلي سيبس من جديد بعد أن سقط في حرب عام ستة وخمسين ده جزء من نماذج التفكير في عصر الرئيس السابق حسني مبارك كل ما هو أجنبي عظيم كل ما هو وطني يأتي تاليا كل ما كان بالإنجليزية عظيم كل ما كان بالعربية يأتي تاليا كل من كان له أصل أو فرع خارج الوطن كان أعلى وكل من كانت جزوره داخل هذا الوطن كان أدنى كل ذلك كان قلبا للمعايير وحان الوقت أن نعيد المعايير إلى وضعها الصحيح المصر أولا ومصر أولا والنقطة التالية في عصر الرئيس السابق حسني مبارك تم قتل الكثير من احتمالات المستقبل وتم تخريب التعليم عمدا الذي يبني أي وطن في المستقبل احنا بنينا في كل التاريخ سبعتاشر جامعة إنما في حقبة أحمد نظيف واحده طلعت سبعة وعشرين جامعة لم يكن ذلك سعيا وراء العلم وإنما سعيا وراء الربح أصبح التعليم سلعة تدر دخلا على من يمتلكون ويديرون هذه السلعة لم يعد التعليم رسالة أو طريقة لبناء أي وطن أيضا تراجعت ميزانية التعليم العالم كله بيرفع ميزانية التعليم احنا خفضناها من أربعة في المية إلى أقل من تلاتة في المية اتنين وكسور في المية نزلنا النص تقريبا في حين أن العالم كله بيطلع بموضوع التعليم البحث العلمي هو الآخر في دول أخرى تلاتة واربعة وخمسة في المية إسرائيل خمسة في المية احنا كنا أقل من نص في المية كيف تواجه عدوك كيف تواجه نفسك كيف تصنع المستقبل إذا كنت تقتل المستقبل في العلم والتعليم مش إنك حتى محافظ على النسبة المتدنية وإنما بتتآكل هذه النسبة إلى مستوى قياسي في التدني في الإنفاق على التعليم والبحث العلمي في عصر الرئيس السابق حسني مبارك كمان الجامعات توحشت وكان هناك من يساعد على توحش الجامعات علشان الناس تحبط من الجامعات الحكومية المصرية وعلشان يوسائل الجامعات الحكومية المصرية وحتى لا يفكر أحد في إنقاذ التعليم الجامعي الحكومي وقالوا إن المصريين كتير في الجامعات طبعاً إن الجامعات اللي عندنا طبعاً أعدادها كبيرة جامعة القاهرة ربع مليون تقريباً جامعة عين شمس دخلة على ربع مليون تجارة عين شمس لوحدها خمسين ألف طالب ده ممكن يعادل الجامعاتين في أمريكا لكن دي قراءة كاذبة لأنه كان لابد أن تنشئ جامعات حكومية جديدة وتبقى الجامعة وحدات صغيرة يبقى كل جامعة خمسين أو ستين ألف طالب لكن ما تستناش لما الجامعة تبقى ربع مليون طالب وبعدين تبصلها إلى حالة اليأس علشان تشيلها تماماً وتطلع بعد كده بقى إنجليزي وفرنساوي وبرامج خاصة علشان تدر دخل أنت بتركع عمداً التعليم ولا تحل حتى يصل اليأس إلى قلوب المصلحين هل إحنا فعلاً رترطين في التعليم الجامعي؟ لا اللي في التعليم الجامعي من المصريين 10% من السكان ودي نسبة وليلها خرافة إن الجامعات المصرية ممتلئة والتعليم الجامعي في مصر كبير لا أساس لها علمياً ولا إحصائياً إحنا كل التعليم الجامعي في مصر 10% التعليم الجامعي في بعض دول أوروبا يصل إلى 35% من السكان البعض بيقول إن إحنا غلبة وطبعاً ده كلام معكوس وكلام للأسف يحمل الكثير من الجهل وعدم المعرفة ده علشان أنت غلبان علشان أنت فقير علشان أنت دولة غير غنية ينبغي أن تصرف على التعليم والبحث العلمي مش عشان إحنا دولة فقيرة لا ننفق ده علشان أنت دولة فقيرة لا بد أن تنفق وإلا هتبقى دولة متسولة باستمرار عشان تقطع دائرة التسول لابد أن تبدأ فوراً فإنك تنفق على التعليم والبحث العلمي علشان تنتج وتصنع وتصدر وتراكم وتعظم الثروة المصرية لكن كان المنطق نجيب منين لما نهرو رئيس وزراء الهند حكم الهند كان دوقت رئيس جمال عبد الناصر طبعاً اللي يبص على الهند كده من فوق يحبط لأن أنت ما استلمت الهند كنهرو كان عنده حوالي نص مليار واحد فقير نص مليار هندي مش لقي ياكل بالمعنى الحرفي نص مليار هندي مش لقي أي وضع طبي لا لائق ولا غير لائق دولة منهارة يحبط أي شخص لو تولى إدارة أو رئاسة الهند لو شف قدامه 500 مليون في عشوائيات لكن نهرو اللي لقى الناس بتموت من الجوع ولقى وضع بلده منهار لم ينهار ولم يزل الشعب وينما جاب علماء وخبراءه في الداخل والخارج لغاية ما بقى عنده فائد في الغذاء ولغاية ما تقدمت الهند ولما سئل إحنا بلد غلبانة تصف ليه على البحث العلمي ليه عايز تعمل مشروع نوي ليه عايز تتقدم في مجال الكمبيوتر ليه عايز مشروع أقمار صناعية ليه عايز ودر التكنولوجيا وإحنا لقين ناكل لما نعمل هذا الكلام فكن رده علشان إحنا مش لقين ناكل لابد أن إحنا نعمل هذا الكلام ده نهرو اللي عنده رؤية للمستقبل أمريكا نفسها في عهد الرئيس جون كينيدي جون كينيدي شخص كاريزما عنده حضور في أمريكا لكن فوجئ أن الروس بدأوا يتفوقوا على الأمريكان قال لا نقبقى نشوف إيه اللي بيحصل إحنا أمريكا العظمة بتتراجع وروسيا تتقدم واليابان تتقدم وألمانيا تتقدم فعمل اجتماع الهدف منه شوف حتى الجملة الحفاظ على السموة الأمريكي الرفع الأمريكية لابد أن نبقى كأمريكان عظماء فجامع 160 من كبار علماء وخبراء أمريكا قال لهم إحنا أمة في خطر وهنا تراجع ولو أمريكا بقت رقم 2 أو 3 في العالم قد تصبح رقم 10 أو 20 وقد تخرج من التاريخ إحنا في أزمة نعمل إيه في مواجهة روسيا واليابان وألمانيا والقوى الصعيدة وعلى الفور بدأ بقى مشروع الجامعات البحثية العلمية الكبيرة وبدأ النحضة العلمية العظيمة اللي شهدتها أمريكا في عصر رئيس جون كينيدي اللي خلتها بعد كده القوى الأولى بلا منازعة لما جرى رئيس رونالد ريجن في التمانينات ما أقدرش قوي دور العلم فقال طيب نخفف الإنفاق على البحث العلمي ونخفف الإنفاق على الجامعات علشان خاطر عندنا ديون داخلية وبعض الحاجات هو عنده أفكار سينمائية لكن أول قراراته اللي فكر فيها أنه يخفض الإنفاق على الجامعات وعلى البحث العلمي فطلع اتنين علماء واحد من هارفرد اللي هي الجامعة الأولى في العالم واحد من MIT من أكبر الجامعات العلمية في العالم طبعا الاتنين في أمريكا وقال ليفوا كتاب اسمه التحدي العالمي قالوا له فيه إذا كنت فكر نفسك أن أنت عظيم بتحكم دولة عظيمة نحب أن نبهك ده مش مزبوط وعملوا تقييم العلم الرياضيات الفيزياء الكيمياء الأحياء ودولة دولة في التقدم طلع أن أمريكا رقم ستة في العالم وحطوا بقى الدراسة دي قدامه وقالوا إحنا رقم ستة في العالم في العلم فلعاست خفض بقى أكتر من كده خفض بس بقى عارف أن احنا بنخرج براء السباق العالمي وقالوا جملة بديعة جدا في نهاية الكتاب لرونالد ريجين قالوا لرئيس ريجين إذا كنت ترى تكلفة العلم كبيرة فإن تكلفة الجهل أكبر ودي جملة عظيمة معبرة إذا أنت شايف أن تكلفة العلم كتير قوي فلتعلم أن تكلفة الجهل أكتر بكثير النقطة التالية اللي أزا كلم حضراتكو فيها مشروع النهضة الوضع اللي احنا فيه والظروف اللي احنا فيها هل هناك فرصة للنهضة في كلمة واحدة نعم إنما لابد نفكر كما يفكر العالم ولا نفكر كما كنا نفكر من قبل وأي حد زي ما قلت لحضراتكو في موضوع أمريكا رونالد ريجين لما قالوا له إذا كنت تفكر نفسك أننا عظماء ده احنا رقم ستة في العالم ده برضو بيحصل مع كل الدول المتقدمة اليابان نفسها من 3-4 سنين طلعت تقرير بتتساءل فيه لماذا تخلفت اليابان لماذا أصبحنا أمة متخلفة لا نتعلم ولا نستفيد من أخطأنا لماذا لا نتعلم من الآخرين فتخالي اليابان اللي في هذا المستوى بتقول نفسها لماذا نتخلف لماذا نحن في هذا الوضع من التخلف لكن أصل التقارير إن باحث اقتصادي بيشتغل مع شركة لإنتاج لعب الأطفال فلعب الأطفال في العالم كله وده برضو لازم نفكر باستمرار إزاي تجيب دخل للدولة بالطرق الكبيرة الصناعات الضخمة وبالطرق الإبداعية صناعات مش ضخمة لكن تدر مليارات على الدولة نفكر بمنطق العصر لعب الأطفال تبدو قدام حضرتك لو رأيتها شفت لعبة أطفال أو حاجة إن ده موضوع تافي ولو مصنع للعب الأطفال تي حاجة ملاش أي معنى ولو معرض لعب أطفال يعني إيه اللي ممكن يجيبه لكن لما تشوف حجم الصناعة والتجارة في لعب الأطفال مبيعات العالم من لعب الأطفال في السنة الوحيدة أكتر من ستين مليار دولار رقم خرافي اليابان كان بتاخد منه تلاتين مليار دولار فتخيل تلاتين مليار دولار إن تقدر الرقم ده نحن عايزين دلوقتي قرد باثنين مليار تلاتة مليار فدول بيخش لهم من بند لعب الأطفال تلاتين مليار دولار خمسين في المية من حجم تجارة الألعاب تحت الأطفال في العالم فلما لقى هذا البحث الاقتصادي إن اليابان بتترجع وبعد ما كانت خمسين في المية من حجم هذا السوق بقى تربعين ونزلت خمسة وتلاتين وفي النازل طلع بقى هذا التقارير لماذا تتخلف اليابان إحنا لازم نفكر في هذه الأفكار الإبداعية وإحنا أكتر بلد في العالم عندها عقول خلاقة إذا ما خدتش هذه العقول الخلاقة في طريق صناعة الوطن سوف تتمادى في تخريب الوطن إذا ما كنتش تاخد هؤلاء الناس فإنك تبني لأن الزكاء موجود والقدرة الزهنية موجودة يهيبنوا يهيخربوا بنفس الكفاءة فإذا إحنا سبنا المجرمين الخلاقين في مصر لن نبني إنما كيف تحول واحد مبتكر أو عاقل أو موهوب بدلا من التخريب أن يكون بناء في هذا الوطن كان مرة دكتور مصطفى السيد اللي هو بيحاول حاليا ربنا وفاقه في أبحاثه ضد مرض السرطان اللي هو باخد أعلى وسام أمريكي في العلوم فدكتور مصطفى السيد بعض الألفاظ اللي هو بيقولها بيبقاش على دراية أوي بخلفيتها الثقافية عندنا عشان هو بقاله سنين طويلة في أمريكا إنما كان بيقول مرة في قعدة كنت فيها بيقول إن البلطجية لابد ننظر لهم نظر إيجابية دول ناس نشطاء وعندهم جرأة وبيخرجوا وفي جميع الأوقات ويغامروا وعندهم وجهة نظر وبيخططوا تم ناخد هذه القدرات اللي عندهم وننزع منهم حتة الشر وعندين نوجههم في اتجاه كويس وقال إن إحنا ممكن نعمل لهم بعض المعسكرات اللي ممكن ننجز فيها زي الزراعة أو الصناعات الثقيلة أو بعض الصناعات وقال نجيب الإخوة البلطجية أو الأساذة البلطجية ونقعادهم في هذا المكان ونقول لهم إن إحنا عايزين نعمل هذا الإنجاز غدا أنهم إخوة أو أساذة لكن فعلا الفكرة في إنك تمتص هذا الشر وتطلق القدرات الخيرة في الإنسان هذا بالإمكان والنقطة الأخيرة إن في أسباب تدعو للتفاؤل على قد ما في أسباب تدعو إن الناس تكون متشائمة أو محبطة لكن أسباب التفاؤل عظيمة نمرة واحد سقوط نظام حسني مبارك وأن في اجتهاد قبل الأسئلة أن النظام قد سقط حسني مبارك ليس تفصيلاً في النظام نظام حسني مبارك هو حسني مبارك وأسرة حسني مبارك سقط حسني مبارك وسقطت أسرة حسني مبارك وسقط الحرس القديم وسقط الحرس الجديد والكل في السجن التفاصيل بقى ده مبارك بيتعالج ما بيتعالجش ده فلان بيزوره ما بيزورهوش ده عنده تليفونات ما عندهش تليفونات ده إغراق في سفائس الأمور ده إغراق حيخلينا نخش فيه كلام أقرب إلى اللغوة منه إلى البناء في النهاية في المجمل حسني مبارك لم يعود رئيساً للجمهورية حسني مبارك يحاكم أمام القضاء حسني مبارك ظهر أمام المجتمع المحلي والدولي داخل قفص الاتهام والقاضي ينادي علي أبناء حسني مبارك جمال وعلاء داخل سجن طرع التفاصيل بقى لا بكورة تخنقوا مع بعض فرجوا على التلفزيون ده يجالهم أكل من فندق كذا كل دي تفاصيل إنما الأصل في الأشياء أن جمال مبارك الذي كان يعامل كرئيس جمهورية وكان يسافئ إلى الخارج والغرب يغزيه ليكون خليفة لحسني مبارك أصبح خليفة له في طرع وليس خليفة له في قصر العروبة ده انتصار عظيب للثورة جمال مبارك في السجن ليس تفصيل جمال كان يجهز لقيادة مصر وكان على شفى الوصول إلى ذلك أن يسقط حسني مبارك وجمال مبارك والإمبراطورية الاقتصادية التي شكلها علاء مبارك أن يسقط الحرس القديم زكريا عزمي وصفة الشريف وفتح السرور ويكونوا في طرع وأن يسقط الحرس الجديد من أحمد نظيف لأحمد عز لجرانة للمغربي للآخرين ويلاحق في الخارج يوسف بطرس غالي وآخرون ده مش تفصيل ده مش انتصار محدود دي مش حاجة قليلة دي حاجة عظيمة وعملاقة ومعظم شعوب العالم التي واجهت ديكتاتورية فشلت في ذلك احنا أفضل من الشعب الألماني الشعب الألماني ردخ أمام هتلر نحن أفضل من الشعب الإيطالي انبطح أمام موسيليني نحن أفضل من الشعب الروسي انهار تحت أقدام ستلين لكن هذا الشعب خرج وأسقط النظام لابد أن نشعب بالفخر التقليل من قيمة ما أنجزته الصورة لغم لا معنى له ولا أسس علمية له هتلر الذي أسقطته أمريكا وليس الشعب الألماني موسيليني الذي أسقطته أمريكا وليس الشعب الإيطالي وستلين العناء الإلهية بوفاته نحن أعظم من هذه الشعوب لأننا خرجنا وأسقطنا حسني مبارك اللي محبط وشايف مصر ما فيهاش أمل خلص يبقى نقفل بلد نعمل إيه ما فيش حد محبط يبني مش يبني وطن ولا يبني عشة ولا يبني بيت ولا يبني كرير ولا يبني مستقبل إحنا أكبر عدلين وربما يسبق إسرائيل الإحباط لازم يكون فيه الأنى المصرية العظيمة إن إحنا صامدون ناجحون قادرون الشعور ده هيخليك تقدر تطغى على هذه المنطقة إسرائيل لو أكبر تحدي إقليمي قدامنا تتراجع إسرائيل التقرير الذي نشرته يدعوط أحردوت مؤخرا نسبة الفقر في إسرائيل 30% قد نسبة الفقر في مصر فإسرائيل مش سويسر المنطقة إسرائيل نسبة الفقر فيها 30% الحياة المعيشية في إسرائيل لا تحتمل لحد عارف هناك يدفع ولحد عارف يشتري بيت ولحد عارف يعيش والحياة في إسرائيل مرهقة جدا للإسرائيليين علشان كده دلوقتي في موجة هروب من إسرائيل فاكرين حضراتكم التاميات التسعينات حاجة اسمها هجرة اليهود إلى إسرائيل حاليا في هجرة اليهود من إسرائيل تلت الإسرائيليين معهم جنسية تانية مش آمنين كل سنة عشرات الألوف يغادروا إسرائيل إلى أوروبا مش مواجبين نهائياً بإسرائيل بعض الإسرائيليين راحوا ألمانيا أتطاعوا جوازات السفر وخدوا الجنسية الألمانية لأن أجناتهم كانوا ألمان في خروج وهروب من إسرائيل ليست سويسر المنطقة كما نتصور إسرائيل عندها مشكلة قلنا في الاقتصاد مشكلة في الحياة الاجتماعية حتى مشكلة في الحياة الدينية ويمكن قريب حضراتكم اللي بيتابع الشأن الإسرائيلي يعرف أن فيه أديب كبير في إسرائيل اتجوز مسيحية حضراتكم عارفين أن اليهودية بالأم يعني لو الأب يهودي ما يبقاش أولاده يهود واليهودية لا تبشر يعني ما ينفعش واحد حخام يهودي يروح يقولك ما تيجي تعطنك اليهودية اليهودية دين لا يبشر الإسلام والمسيحية أديان تبشيرية أن المسيحيين يحبوا بعدد أكبر من الناس ينضموا للمسيحية والمسلمين يحبوا أن أكبر عدد من سكان الأرض ينضموا للإسلام لأن هذه أديان تبشرية اليهودية لا لا تقبلك أصلا لو أنت قلت أنا بقيت يهودي لا يقبلوك يهودي من ناحية الدينية لكن بقى ممكن يقبل عميل يقبل مؤيد يقبل حليف لكن من الناحية الدينية لا لو الأم غير يهودية افترض أن يهودي تزوج مسيحي بوزية هندوسية بلا نقاش قولا وحيدا الأبناء مش يهود فالأديب الإسرائي الكبير ده اتجاوز مسيحية فما اعترفوش بأولاده أنه هما يهود بقى مسيحيين هما كمان خلفوا فعنده حفيد مسيحي متبهدل كل شفية بتبهدل في المدرسة والشباب بيهدلول أنه في عنصرية حقيقية في إسرائيل تجاه المسيحيين زي ما هي تجاه المسلمين اليهودية مغلقة فهذه الأنصرية آلمت هذا الجد اللي هو الأديب الإسرائيلي فقرر أنه هو يعلن الحادو قال أنا مش يهودي وراح للسجل المدني رفض السجل المدني رفع دعوة قضائية المحكمة حكمت بأنه ملحد وقال لا يشرفني أن أكون يهوديا ولا أعطنق الدين اليهودي وسجلوا اسمي أم الخانة أنا ملحد وكتبوا في الخانة أنه هو ملحد هذا الشخص تاني يوم طلع شهر إسرائيلي بعد حكم المحكمة جمقدم طلب تاني قال إيماءنا الحكم الصدر بكذا أرجو اعتباري أنا الآخر ملحد اتعملت صفحة للملحدين الإسرائيليين في أول ستين دقيقة وقع ستمائة كاتب وآديب ومثقف وشاعر ونشط إسرائيلي أن هم ملحدين ومش عايزين ينتموا إلى اليهودية ولا إلى هم أعضاء في دولة إسرائيل كجنسية لكن مش يهود ولا يعتنقوا الديانة اليهودية أنا أقول ده عشان أبيع لحضراتكم المأزق اللي فيه إسرائيل بس إذا إسرائيل بتنزل إذا إسرائيل في هذا المستوى وإحنا كنا تحت شوي أيام حسن مبارك طيب إذا إسرائيل بتنزل إسرائيل حاليا بقت كده طب لو أنت كمان مصر استمرت تنزل كده خلاص إسرائيل فوق عشان بس يبقى كلامي واضح إسرائيل تهبط لكن لو هبطنا إحنا أكتر هتظل إسرائيل في مكان أعلى فإحنا الفرصة متاحة لنكون عاصمة وسط العالم الفرصة متاحة لإقامة الجمهورية الثانية أن لدينا دولة كبرى في هذا الأقليم الفرصة متاحة أن لا تكون أي تعاصمة شرق أوسطية هي مقصد العالم بل القاهرة والقاهرة وحدها هي مقصد العالم المعاصر اجتهادي أنه بعد خروج حسني مبارك من التاريخ وعودت مصر إلى المصريين الآن نستطيع مؤمن تماما أننا قادرون شكرا لكم وإلى الأسئلة شكرا لكم وإلى الأسئلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة